الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها لخوة المؤمنون في هذه الأيام يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض للاحتفال بميلاد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله وردا للجميل وحق لهم أن يفعلوا لأن ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم كان إيدانا بتحرر الإنسان من عبادة المخلوق لعبادة الخالق وحده مع ما يترتب على ذلك من سعادة الدارين لنستمع إلى الشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه يلخص لنا ما تمثله ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس عامة ولمن قبل دعوته خاصة ليلة مولد النبي ليلة محو الرياب ليلة محو التعاب وطهر ذي التأثم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباق والصلاح مع اندفاع مقام والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بمختلف أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لسيما قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدارسة سيرته والتوسيع على الأهل وهذا ما يشير إليه الشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه بقوله تعظيمه بسنة يكودنا للجنة يزدياد المنة للمخلسين موظم نواني سنتي الله دي جولي تيون تبي صلى الله عليه وآله وسلم دي ناني الله مدول كوفير والاكومت مواماكوم جابوتم اكي سحابام اكيب كجال جاويانام بادي ندوك باقي فاني جولي تنيا جولي تبي صلى الله عليه وآله وسلم دي 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 جولي تبي صلى الله وسلم دي جولي تبي صلى الله Regarding ما هو الشيخ يزالحنا على الجزال ما هو الاختيار ما هو يمكن القناة كل ما يبحث عنه ويجتب أن يكون كل ما يحب السبب ما هو أنه لا يسرى من الجزال الجزال من الجزال ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر